تعد مشكلة العنف ظاهرة اجتماعية في المجتمعات الماضية والحاضرة وقد بدأ الاهتمام العالمي بظاهرة العنف نتيجة لتطور الوعي النفسي والاجتماعي لدى المجتمعات وضرورة لتوفير المناخ المناسب لنمو الإنسان نموا سليما جسديا ونفسيا واجتماعيا ويعتبر العنف المدرسي من بين المشكلات التي تعاني منها المنظومة التربوية في كافة المجتمعات فهي احدى المشكلات المنتشرة في المدارس وقد اتخذ في سبيل خفضه مجموعة من الإجراءات التربوية والتعليمية حرصت وزارة التعليم مثلة في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد على تحقيق أهدافها وهو بناء الشخصية المتزنة السوية المتكاملة للطالب لخدمة الدين والمجتمع والوظن فقد عمدت إلى إعداد برنامج رفق للحد من مشكلة العنف في المدارس وتوضيح الطرق الملائمة الوقائية والعلاجية على كافة المستويات ليتمكن العاملون بالمدرسة والطلبة وأولياء أمورهم من تطبيقها بما يسهم في تحقيق بيئة مدرسية آمنة